اشتركوا في القناة جراء غياب الخدمات والاهتمام لا اضافة لما تقوله الصورة هنا سوى تقديم معلومات عن الضحايا وارقام في سلسلة الاوجاع التي لم تستثن احدا في هذه المحافظة تنطوي المواقف التي تستمر على هذه الحالة على تفاقم الاوضاع الراهنة في ظل الحرب الحديدة الغنية او التي توصف بسلة اليمن الغذائية يموت اطفالها من الجوع بينما الميليشيا تسلب ابناءها ما تبقى بحوزتهم من اموال لتضاعف من مشقة الحياة في تناقضات مخيفة يعيشها المواطنون في ظل سلطة الجماعة الانقلابية على الجانب الاخر تبدو الصورة مثيلة للاستغراب اذ يحتشد هؤلاء في صالات فرع البنك المركزي ومكاتب البريد فيما تذهب جماعة الحوث الانقلابية الى عملية نهب تحت مسمى تبرعات لصالح البنك الذي افرغت خزائنه طوال عامين من انقلابها على السلطة الشرعية كثيرون هنا يرون ان المتمردين يقودون البلاد الى هاوية الافلاس بعد ان تسببت حربهم العبثية بتشضي المجتمع وتردي جميع الخدمات على مختلف مستوياتها لذلك بعد كل هذه الاخفاقات التي يمرون بها لجأوا الى ممارسة واحدة من اكبر اعمال التضليل والنصب على المواطنين من خلال جباية اموال جديدة لتوظيفها لصالح حربهم التي تقتل المواطن مرة بالرصاص ومرات عديدة بالجوع والمرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة